موسيقى 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 بالنسبة لمنتخب طبعا كل المتتبع الشئ الكوراوي بالخصوص لمنتخب الوطني ما يمكن له إلا يخرج مقلق من الطريقة اللي يلعب بها تحت فرص ربما كان له ديكليك لو كانت تسجيلة إصابة واحدة يتغير اللاعب الفارق الموريطاني طبعا عارف قدرات دياله ورجع إلى الوراء ما خلاش دك اللاعبين المغاربة يبرزوا المهارات ديالهم وكان ظن أن المدرب كان عليها أي ظن يغير من الخطة دياله من البداية من اللي يشف في الشرط الأول أنه ما كينش مامرات وما كينش تنسيق وتكامل ما بين الخطوط للوصول إلى الهدف كان يغير أنا ما نهدرش على المدرب لسه مختص ولكن دائما المنتخبات الكبرى ودائما المدربين الكبار من كي تغير مدرب مدرب كتكون هناك واحد فترة انتقالية لضبط إيقاع اللاعبين طريقة دياله ربما ما معودينش عليها طريقة اللي كانت عند رونار كانت طريقة أخرى طريقة ديال المدرب الجديد ما عرفتش نايا كيفش كيتعمل مع اللاعبين كيفش اللاعبين مارسوها الداخل لكن على كل حال نتمنى أن المقابلات المقبلة يغيروا ويفرحوا هذا الجمهور المغربي لأنه عندنا كفاءات عندنا مهارات عندنا لعبين معي يرتقل كنشوفوه في دورتموند حاكيمي كنشوفو زياج كنشوفو هولندا كنشوفو ديرار كنشوفو النصري كنشوفو أحد اللاعبين كيفش كيلعبوا في فورق ديالهم لكيلعبوا في مستوى عالي لعبين يعني خاصة التوظيف ديالهم التوظيف ديالهم وحسن التوظيف ديالهم بش يعطيه النتيجة هاد النتيجة كانت قاسية خصوصا في الرباط وليس في مدينة أخرى هو بالنسبة للسؤال ديال الحمد لله ما كنظنش أنه عنده مقابلات كثيرة مع المنتخب الوطني وبالتالي ممكنش نديروا واحد مرحلة نسمعوها بش نقولوا فاش كان الحمد لله راه كيفش كان المنتخب وفاش ما بقاش حمد لله كيفش ولل المنتخب يعني ما معناش هاد الفرض يا أحمد الله يعني دار خرجه من المنتخب اللي كانت غير محسوبة كان عليها أنه يكمل ويوضح للشعب المغربي ووضح له شنو كاين في الكواريس باش ما بقاش الشعب يعني بين من من مناصر وبين مؤيد المفعل نظرا لما كان يعيشوا على حساب تصريحات وما بين يعني الناس اللي كي حاولوا أنهم يردو ذاك الفعل ديالو يعني ماشي كيدخلوف واحد متها أخرى بالتالي ف حمد الله يعني ماشي أول لاعب ولا أخر لاعب غادي خرج من المنتخب نحن بتمنين أنه يكون بالكاريزما اللي عنده التهديفية في الممشى كي يحاول أنه يكون هداف ديال المجموعة من البطولات ما حتى واحد ما يكره أنه الحمد الله يكون يكون المنتخب ولكن فاش كي يأخذ قرار ما كان نظنش أنه غادي يكون مؤتر على اعتبار أنه الآن شحال من اللاعب فات من المنتخب واعتازل شحال من اللاعب كانت عنده المكانة ديالو وممشاش للكاس إفريقي وللكاس العالم المنتخب منذ سنوات وكي يبرزو لعبين آخرين لعبين كتار اللي كي يحتل لفنمو سواء إفريقي ولعالمي وما كيتكتاب لهمش أنه يشاركوا وكي يشاركوا واحد أخر كي يولي هو النجم يعني هذه سنة كرة القدم بالنسبة للتعادل التعادل ديال المنتخب توح المكان كي يتنبأ أنه يكون تعادل وما تكون شتا النتيجة لأن ما تكون شتا الأذى النتيجة والأذى شوية كي يتضرو نحن بغينا النتيجة الشعب المغربي دائما كي يبغي النتيجة لهي كتسهل شوية ذيك يعني المرارة ديال ديال الأذى ولكن اليوم الأذى ما كينش والنتجة ما كينش فهاكتكون شوية صعبة بالنسبة للمدرب فرأيي الشخصي يعني منذ سنوات وحنا نعتمد في أغلب الأحيان على مدربين أجانب مدربين أجانب اللي إلا درنا شي إكس بلوا كيكون هو التأهل الكأس العالم وإلا تأهلنا الكأس العالم كيكون إكس بلوا وخغبنا عليه كثير عشرين عام وحنا غايبين عليه كان نمشي وكررجعه كرجعه كمنتخب اللي قوي اللي ممكن يقول نتيجته وكلمته في بطولة ديال كأس إفريقيا فإذا به يكون العكس إلا كنا يعني في السياسة ديالنا الكروية كان حاولوا أننا نزينوا ليماج ديال المنتخب بمدرب أجنبي بدون بلوغ الأهداف المرجوة اللي كتكون أسهل بحال تأهل كأس إفريقيا أو للعب أدوار طريقيا في كأس إفريقيا فمن الأحسن من الأحسن اعتماد مدرب مغربي اللي يكون عارف الخبايا اللي يكون قريب من الكرة المغربية ومن العقلية المغربية لأنه خلعب محترف في أوروبا وكنشوفوه في أعلى مستوى فغادي عرف التعامل معه عن قرب غادي يكون مدرب مغربي أولا كنحاولوا أننا نلبيوا الرغبة ديال الشارع ديال الجمهور المغربي ثانيا ماديا ماديا ما كيكونش مكلف ذاك المدرب اللي كيكون من من البلد يعني آخر إنجاز اللي حتى الآن هو اللي تحقق مع بدو الزاكي في 2004 وصلنا يعني الفينال من قبل ذلك فما ماكن ماكن تذكروش أننا ندرنا شيء مع مدربين أجانب اللهم ما تأهل الكاس العالم كما قلت اللي غبنا عليه كثير من 98 مع أوري ميشيل من ثم وخاجة ومدربين اللي هم أجانب ما ما حققنا ولو إذن لا بد من إعطاء الفرصة لإبن الطار مدرب اللي يكون عندنا كفاءات في المغرب تبارك الله اللي داروا يتكروها نذكر عموتا نذكر مدربين آخرين اللي عندهم عندهم خبرة وعندهم تجربة وأبرز مور الشحنة اللي كنشوف هو عموتا تعطاها فرصة باش أنه يعطي ما عندو مع المنتخب الوطني واللاعبين ماكن نظنش أن شيء لاعب سيكون فوق المنتخب الكل يخصوه ينصاع وما محترفين سيتمشون مع أي مدرب ماكنش يعني نفس اللاعبين تقريبا اللي شفنا مع رونارو مالي كينين وبالتالي كنظن أن واحد ما ملقاش 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 ذاته ربما لأن اللاعبين كينين الظروف كينة ولكن هو ربما ولي في مكان غير مناسب ولا يليق بها أنه يكون مدرب المنتخب الوطني ترجمة نانسي قنقر موسيقى 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 موسيقى